بعد قتل العساوي والغرباوي وهما من أبرز قادة تنظيم داعش في العراق قبل أسابيع أعلن قائد عمليات بغداد اللواء أحمد سالم قتل والقضاء الطارمية شمالية بغداد وعدد من مساعده في عملية أمنية محكمة إثر تعقبه وبحسب المعلومات فإن العمليات العسكرية والتفتيشة ومطاردة مسلحية التنظيم مستمرة في يومها الثالث في البساتين والمساحات المفتوحة في بلدة الطارمية وبإشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي اطلع ميدانيا على سير العمليات فيها يسحى تنظيم داعش للتواجد فيها مستغلا هذه الجغرافية والتسلل أبر مناطق أخرى من أجل القيام بعمليات إرهابية في بغداد أو مناطق أخرى ينطلق من بساتين هذه المنطقة الجيش العراقي صعد من عملياته العسكرية ضد داعش عقب تفجيري ساحة الطيران في قلب العاصمة بغداد الشهر الماضي والذين خلفا العشرات من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين والعناصر الأمنية ويرى مراقبون للشأن الأمني ضرورة اتباع أساليب الحرب الذكية في ضرب جيوب داعش تفاديا لسقوط مدنيين في العمليات العسكرية وتفادي شن حملات عشوائية لاعتقال المدنيين إذ تتعرض المدينة بين فينة وأخرى لعمليات دهم واعتقالات تنفذها الميليشيات ضد أبناء الطارمية يجب أن نكون حذرين في دارة المعركة أن نستخدم فيها أسلوب المعارك النوعية التي تستخدم أسلوب الجيوش الذكية عمليات الإنزال الجوي عمليات الاستهداف الجوي التحذير للسكان المحليين والمناورة بعمليات عسكرية نوعية مع الأخذ بنظر الاعتبار المحافظة على علاقة المؤسسة العسكرية والجيش بالسكان المحليين العملية أفضت حتى الساعة عن مقتل خمسة من مسلحي التنظيم بينهم أمير الطارمية واعتقال عدد آخر في مواجهات مباشرة وكان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة قد أعلن مقتل والي العراق المدعو أبو ياسر العيساوي وعشرة من مساعده في ضربة جوية في وادي الشاي بكركوك ومقتل والي الجنوب المدعو أبو حسن الغريباوي في ضربة ثانية للتحالف بالقرب من العاصمة بغداد مطلع فبراير شباط الماضي أيو رضاء الحرة وينضم إلينا مباشرة من بغداد المحلل الأمني سرمد البياتي سرمد تحية لك مساء الخير ممتل وجودك معنا في هذه النشرة بداية كيف تصف العمليات الجارية في الطارمية؟ من يقوم بها؟ ماذا تستهدف بالضبط؟ الحقيقة من أجل لا نبخص شجاعة العالم وشجاعة الأبطال الموجودين هناك كان لحجد الطارمية اليد الطولة بداية في ضرب هذا التجمع بناء على معلومات استخبارية وعطوا شهداء حجد الطارمية بالإضافة إلى الفرقة الساسة لواء 59 التي تابع العمليات بغداد أيضا كان لهم تأثير كبير لاحقا بعد ذلك كان للطائرات السمتية وطائرات الـ F-16 العراقية كان لها أثر كبير في ضرب هذه المنطقة المتداخلة في بساتينها متشعبة الأدرع يعني منطقة صعبة جدا لكن طبعا تعرف للأسف أنه أثناء ضرب طائرات الـ F-16 إلى المواقع الدواعش في الطارمية فوجينا بقصف مدارج الطائرات وشركة سالي بورت وشركة لوكيت مارتن في بلد يعني لننظر إلى التناقضات في هذا الموضوع لكن الحقيقة العملية كانت عملية ممتازة جدا منطقة الطارمية الكل الآن يحشد باتجاه معين لكن أهالي الطارمية وخلال رسائلهم إنا ومن خلال مجلساتنا الناس غير لا يحتضنون الدواعش الدواعش يأتوهم من مناطق أخرى هذه منطقة الطابي منطقة الطابي وسمها منشأة بن سينة هذه قريبة على نهر دجلة أكو تنقل بين نهر دجلة من هذه الضفة إلى الضفة الأخرى من ديالة بالإضافة إلى ما يأتي من الفلوجة وغير الفلوجة أنا قلت لك المنطقة قريبة عن بغداد تبعد عشرين كيلو متر عن بغداد لذلك هذه تبدي منها لكن المعاناة الأمنية من هذه المنطقة سيد سرمد يعني ليست وليدة اليوم منذ سنوات ويجري حديث عن تطهير هذه المناطق حملات اعتقال تطهير وما إلى ذلك يعني لماذا لم تستطع الأجهزة الأمنية حتى الآن ضبط هذه المناطق خاصة وأنها قريبة من بغداد جدا كما تفضلت هذه المناطق أولا سأجيب على الشطر الأول وأقول لك أن سببا رئيسيا لعدم هدوء هذه المنطقة سابقا كانت هناك أسباب أخرى كان هناك فساد اتجاه المواطن الموجود هناك هذه المنطقة أخي غنية جدا بها بحيرات أسماك بها سلة غذائية كبيرة جدا من بساتين من مزارع خضار من حقول أسماك حقول دواجين فلذلك كان القطعات الموجودة سابقا شكا منها أهالي المنطقة كثيرا ويمكن أنا طلعت في قناتكم الموقرة وتكلمت عن هذا الشيء هناك أتاوات هناك نوع من التعسف لكن هذا الموضوع تقريبا تم معالجته المشكلة الأخرى أنه هذا الطريق الذي يأتي عندنا من سامرة من كركوك باتجاه سامرة باتجاه بلد باتجاه يثرب باتجاه الطارمية المشاهدة والطارمية هذا طريق للدواحش هم أفضل طريق يسلكون إذا أرادوا يتحولون بين القواطع هذا الطريق أما إذا أرادوا يختفون فهذه أماكن الاختفاء مناسبة جدا إلى أماكن اختفاءهم وهذا سبب مشاكل حقيقة يجب التفتيش باستمرار في هذه المنطقة سيسرمد هناك من يعتقد أن العمليات في هذه المناطق حساسة جدا من جهات أخرى عدل جانب الأمني المحض يعني هناك مخاوف على الأقل في وسائل التواصل الاجتماعي قرأنا مخاوف من تكرار تجربة ما حصل في مناطق أخرى جرف الصخر أو مناطق أخرى من عمليات ثائرية انتقامية اعتقال عشوائي وما إلى ذلك يعني كيف تعلق على هذه المخاوف تحديدا يعني حقيقة للأسف للأسف ونأسف على كتاب ربما يظنون نفسهم كتاب يحاولون أن يؤججون الطائفية في هذا الموضوع طيب أهالي المنطقة والله يا أستاذ لو هذا الموبايل يعني أفتح لك الرسائل من أهالي المنطقة يعني هم يبعثون أنه وين موجودين الدواعش وين يتواجدون وتعالوا ضربوهم وإحنا فرضوا حضر تجول من أجل أن لا يهربون أهالي المنطقة ناس وسطاء متعاونين لكن للأسف يراد لها قصة أخرى وإذا حثت هذه القصة لا سامح الله سندخل في نفق مظلم يعني طارمية مدينة كبيرة أخي كبيرة بها قرى يعني كل الشيء صايرة واشعة بشكل فلذلك هذه الأصوات نشاز للأسف يجب أن تقف ويجب أن تفرض الحكومة عقوبات على من يؤجج هذا الموضوع هناك آلاف البشر موجودين بالطارمية وأغلبهم ناس محترمة وبالدولة فما يجوز هذا الكلام وهذا التأجيج الطائفي اقتلوهم على اعتبارهم وسنة أو من هذا هذا لا يجوز ما يجوز بلد نتكلم بهالكلام هذا نعم من بغدادة المحلل الأمني سرمد البياتي شكرا جزيلا لك